موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اصدقائي مجددا على قناة ناش تيفي مثل ما انكم شايفين اصدقائي انا متقصد تصور بهذا الشكل على الاسطوح شايفين طبعا بالدرس الماضي كنت عم مصور وارا خلفية خضرة اللي هي عبارة عن ماشي خضرة اللي هي الكرومة بالدرس الماضي سألتكن اذا بتحبوا نعمل شرحا كيفية حزف الخلفية الاصلية ووضع اي خلفية احنا بدنا اياها طبعا سألتكن بقسم المنتدى ولقيت فيه تفاعل يعني على هذا المنشور فان شاء الله بعد الدرس رح احكي عن كيفية حزف الكرومة رح فرجيكم شو هي الكرومة اللي بستعملها يعني طريقة بداية جدا وان شاء الله يعني تعجبكن طبعا هي الى الناس اللي امورها المادية صعبة شوي او يعني ما عم يقدروا يصوروا بالبيت وخاصة اللي موجودين بسوريا يعني اذا كان عندكم قطع كهرباء كتير وكذا والبيت عندكم ماله ضاوي والاضاءة عندكم صعبة شوي او ما في امكانية لحتى تجيبوا اضاءات ومن هالكلام هذا فمتل ما اكون شايفين اصدقائي رح اقلب الكاميرا يلا هون متل ما اكون شايفين اصدقائي المعدات اللي بستخدمها معدات بداية جدا هون عنا قاعدة التصوير تعرفوها اي يعني ارخص قاعدة بالنسبة للكون يعني بتلاقوها بسعر 10.000 ليرة سوري تقريبا بالنسبة للناس اللي برا البلد يعني ممكن تجيبوا احسن من هيك شي طبعا متل ما انكم شايفين هذا هو الكرسي اللي بعد عليه يعني كرسي بلاستيك لحيث انه ما يكون كتير كبير او يبين بالمونتاج فانا لما بعد على الكرسي ما بيبين بالمونتاج هاي هي الخلفية يعني الافضل انه تكون لقماشة 3 متر ب3 متر ثلاثة طول وثلاثة عرض وما شرط انه تكون لقماشة احباب الكرام من نوع يكون سميك يعني افضل انه تكون رئيئة يعني مشان التكلفة ما تكون غالية ليكون كتير هي وقت اجبناها تقريبا كان سعر لقماشة المتر يعني تقريبا ما يقارب 3000 ليرة سوري بس ما بارفة لا يمكن غاليان متل ما كون شايفين هون يعني مسبت اللقماشة بسمير على الحيط لبينما نجيب ستاند او سكة لحتى معلق اللقماشة عليها اذا ما عجبت تكون هالطريقة وللقيتوها بداية كتير ومخزية فيكم انتو تجيبوا الشي اللي بيعجبكم انه تسبتوها على سكة متل سكة الجلالة انه تضبوها وتفردوها متل ما بدكن ولكن انا متل ما قلت لكم هون بالاسطوح يعني شايفين على اسطوح الشغل اللي بتلزمكن اصدقائي اللي ما عم بستخدمها انا والمفروض اني استخدمها اللي هي المايك اللي عازل للضوضاء وان شاء الله بالايام القادمة بدي اشتري مايك عازل للضوضاء هذا المايك احبابي الكرام بحيث لما بتحكو انتو بالفيديو ما بتزهر الاسوات المحيطة حواليكم قدر الامكان تمام؟ يعني لاحظوا انا باخر فيديو نزلتو بالدرس الماضي كان في اصوات حواليه تمام؟ عرفتو شلون اصدقائي فالافضل لكم تشتروا مايك يكون عازل للضوضاء بالنسبة للناس يلي يعني بيلاقوا انه في صعوبة بشراء هالأماشي هاي الخضراء بتقدروا تشتروا الوان تانية مثل اللون الازرق او اللون الاحمر بس بشرط انه ما يتوافق مع اللون اللي انتو لابسينه او يكون موجود بجسمكم يعني فرضا انت حطيت كرومة زرقه يعني اماشي زرقه فلازم ما تكون لابس بجامة زرقه او كنزة زرقه او من هذا القبيل وما يكون عيونك زرق كمان تمام في حال كمان حطيته كرومة حمره كمان لازم ما تكونوا لابسين احمر او ما يكون في اي شيء بجسمكم لونه احمر بس الافضل الافضل اللي هو الكرومة الخضره كون استعماله قليل جدا بالملابس او ب الوان موجودة بالجسم يعني فالافضل هي اللون الاخضر بالنسبة للناس اللي ما بتقدر تشتري اماشي وملاقيتها غالية ممكن تلاقوها غالية كتير عليكم انتم الناس اللي موجودين بسوريا بتقدروا تشتروا ورق جدران اخضر بشارط انه يكون مخمل تمام اصدقائي بشارط انه يكون مخمل ليش مخمل؟ مشان ما يعكس الضو يعني لما انتم تعرضوا الاضاءة على الكرومة لازم يعني ما يعكس الضو يطلع مثل لون الفلاش يعني يعكس فهذا الشيء رح يعزبكم بالمونتاج بالنسبة للاضاءة في حال كنتوا عم تصوروا بالمنزل لازم توزعوا الاضاءة تحطوا ضوء هون وراكم تحطوا الضوء على الارض يعني يكتر فعوا لفوق بحيث تتسلط الاضاءة من تحت لفوق وتكون الكرسي بعيد عن مكان الكرومة تكون بعيد عن الكرومة ليش؟ لحتى ما يظهر الظل تبعكم او ما يبين يعني في حال انتم ما كان عندكم اضاءة بلجكتور يعني تعرضوا من وراكم تحطوا وراكم البلجكتور وتعرضوا الاضاءة لفوق اذا ما كان عندكم هذا الشيء فلازم تبعدوا الكرسي او الكنبائي اللي تعدوا عليها عن الكرومة مشان ما يظهر الظل تبعكم او خيالكم بالمونتاج وبالتالي ما رح تقدروا تحصفوا الكرومة بشكل نظامي الأفضل انه كمان لما تكون جيبوا اضاءة تجيبوا بلجكتور يكون الوستاند او قاعدة بحيس انه تقدروا تصلطوا وتضوء عليكم بهذا الشكل مبارف زنبين بهذا الشكل يعني حسب انتم شو بتحبوا وشو الشي اللي بيناسبكم من ناحية التكلفة ومن ناحية الاستطاعة فهلا بنجي لكيفية حزف الكرومة من خلال برنامج مونتاج على الموبايل او برنامجين رح احكي عنهن ان شاء الله فا اول شغلة من سبت سواني رح سبت الموبايل على قاعدة كما انكم شايفين اصدقائي هيك هلا انا ظاهر والخلفية وراي شوفوا كيف الخلفية رح تتغير بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا الشكل فه.. خلوننا نشوف كيفية التغيير الخلفية من خلال تطبيق اسمه كان ماستر و تطبيق اسمه ماور دايركتور متل ما اكون شايفين اصدقائي التطبيق الاول هو باور دايركتور و التطبيق الثاني هو كان ماستر طبعا هدول التطبيقات بيشتغلوا على اجهزات الاندرويد دخلنا هلا على تطبيق باور دايركتور بنضغط على علامة الفيديو بعد مننا بنختار مقاس الفيديو بعدين أصدقائي مثل ما نكون شايفين بتفتح لي صفحة الفيديوهات طبعا أنا رح أختار فيديو لحتى حطه كخلفية رح جرب أول شي على فيديو بعدين على الصورة بعدين بضغط على علامة الطبقة وبضغط على علامة الفيديو بعدين أصدقائي بختار الفيديو هي اللي بدي اعمل عليه الحزف الكرومة الحزف الكرومة منه طبعا فيني اتحكم بمقاس الفيديو بهذا الشكل بقدير ابرم الفيديو بهذا الشكل يعني رح اخلي الفيديو يعني تقريبا يكون بصورة صغيرة فمتل ما لكم شايفين هلا هون بضغط على علامة القلم بعدين اصدقائي بضغط على علامة السيف وبعد منها بضغط عليها بعد الشكل من هون وبعدين بيظهر معي ايقونة السيف او السكين بعدين بعلم بمكان غامق بالصورة يعني الكرومة هي لونة خضرة فبختار اللون اللي طالع فيها يكون غامق ما بختار اللون الفاتح مشان ما يضل فيه شوائب في حال كان فيه شوائب كان يعني فيه ورانا ظل او تعذبنا شوي بالمونتاج اذا كان فيه ورانا ظل فينا نعير بهدول العدادات بحيس انه نحزف من الخلفية الخضرة قدر الامكان ولكن ديروا بالكم انه يروح شي من جسمكم وطبعا لازم ما تكون يعني مكان التعليم السيف يعني او السكين ما يكون غامق كتيرا لما هي لسة واعد مشان ما يعزبكم هلا راح اضيف بدل طبقة الفيديو او بدل خلفية الفيديو راح اضيف خلفية كصورة بعدين اصدقائي بضغط على علامة القلم هون وبضغط على علامة الكت او يعني حتى عير تزويم هاي الصورة اللي هي عبارة عن خلفية وانا عم يقلي انه بيقصبيعي بهذا الشكل بكبر وبزغير ولحتى كمان تكون ثابتة هلا راح اشيلها هاي احزفها للفيديو وبمد بهذا الشكل شايفين بمد لنهاية المشروع طبعا الخطوات كاضافة طبقة الفيديو حكيناها فراح يظهر الفيديو بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين هلا بنرجع خطوة لورا بعد ما يعني فينا كمان نزيحة يمين شمال وين ما بدنا نحطها فبيظهر بعد الشكل فهلا اصدقائي راح اذا بدنا نحفظ الفيديو فقط بنرجع خطوة هلا للورا سواني بنرجع خطوة لورا يعني بزر الرجوع بعدين بنضغط على الفيديو بعدين بنضغط على هاي الايقونة وبعدين زر المشاركة باختار الدقة اللي بديها او الجودة 1080 او HD يعني 720 او SD يعني 360 هلا بنروح على التطبيق كين ماستر هلا متل ما انكم شايفين اصدقائي هذا تطبيق كين ماستر بالنسبة للتطبيق كين ماستر بيختلف شوي عن تطبيق باور ديركتور كين ماستر بيطلب اول ما يعني ندخل على التطبيق لاول مرة بيطلب انه يعرف مقدرة الاداء الجهاز حسب يعني قدرة الجهاز لازم يشتغل التطبيق حتى يعني ما يحصل مشاكل بالجهاز او بالتطبيق ذات نفسه فمنروح على خيار الاعدادات من خلال هي الايقونة وبعد مننا اصدقائي بعد ما نضغط على ايقونة الاعدادات منروح على معلومات قدرات الجهاز مثل ما انكم شايفين بنضغط عليها وبعدين اصدقائي بعد ما نضغط عليها بتظهر عننا الدقات اللي بتكون حسب تحليل اداء الجهاز بنضغط على علامة 3 نقاط وبنضغط على تشغيل التحليل الان طبعا اول ما بتشغل التطبيق بيكون موجود عندكم غير مدعوم بس لما بتضغطوا على تشغيل التحليل الان فبيظهر عندكم عداد بيمشي هاد العداد للنهاية وبعدين بيظهر لكم الدقات اللي متوفرة حسب اداء جهازكم بعدين بترجع بتضغطوا على 3 نقاط وبتضغطوا على وضع الطبقة هاد الخيار متل ما انا كابس هون وضع الطبقة بعدا مننا بنرجع لورا خطوة واحدة ومننزل للاخير لتحت وبنضغط على اعدادات متقدمة واختبارية اعدادات متقدمة واختبارية لحتى نشغل وضعية الطبقات الغير محدودة وانا منضغط على استمر على اي حال او استمر باي حال بعدين اصدقائي مننزل لاخر خيار اللي هو رح نشوف وضع الطبقة غير محدود في حال كان هذا الخيار بوضعية الايقاف بنضغط عليه يعني بنعمله تفعيل لحتى نقدر انه نضيف اكتر من طبقة داخل الفيديو هون مثل ما نكون شايفين لما عملت له تفعيل مرتين فقالي استمر على اي حال بنرجع لاخطولة وورا بنضغط على علامة الزائد وبنختار مقاس الفيديو فبيحولني لهي الواجهة بضغط على الوسائط وبعدا منا بختار صورة بتكون كخلفية او بختار فيديو كخلفية هون لما بنحرك بتطبيق كينماستر بتلاقوا بهذا الشكل الصورة يعني بتزوم وبترجع فنحنا لازم نعملها على سوية وحدة فبنضغط هون على علامة اليوساوي بعد ما ضغطنا على اي قونة الاقتطاع بعدين اصدقائي بساويها يعني من خلال اني هيك برجع باصابعين يعني بزغر الصورة بالاصبعين بعدين بضغط على طبقة وبختار الفيديو اللي بدي يا ايكون كطبقة الفيديو الكروم يعني مثل ما نكون شايفين هذا هو فيديو الكروم رح امد الصورة فقط لنهاية المشروع وطبعا فين يحرك بالطبقة اللي هي الفيديو تبع الكرومة بحطه وين ما بدي بزغره بكبره على حسب الفيديو بقدر يعني ابرم الصورة بهذا الشكل او الفيديو عفوا فرضا رح حطه بهذا المكان بنزل من خلال الخيارات على خيار مفتاح الصفاء وبعمل له تفعيل اللي هون مثل ما لكم شايفين اصدقائي بعد ما ضغطنا على تفعيل يعني او تشغيل مفتاح الصفاء فحزفلي الكرومة ولكن مو مية بالمية يعني في شوائب اذا مبين معكن فلازم نحنا نضبط عيارات مفتاح الصفاء بنضغط عليه بعدين بلاقي فوق عداد عن يمين وعداد عن اليسار بحرك فيهن لحتى يتم حزف الكرومة ولكن لحتى يسهل علي بضغط على هاي الايقونة فبيظهر لي الصورة بيضة وسودة فمتل ما لكم شايفين فيه شوائب بحرك بهذا العداد لحتى احزف هاي الشوائب ولكن بما اني حزفته بهذا الشكل فصار جسمي فاهي يعني فحتى خلي الجسم بشكل حاد او الصورة تكون حادة بحرك العداد اليميني على اليسار بهذا الشكل يعني فمتل ما لكم شايفين هلا هون عيرتها بالشكل نظامي طبعا بحط الصورة وينما بدي بكبرها بزغرها يعني صارت الصورة او الفيديو صار نظامي مية بالمية ومنشغل الفيديو مثل ما لكم شايفين فيعني طريقتين سهلين اصدقائي تطبيق power director وتطبيق كان ماستر من خلال الجوال فبتمنى يكون اعجبكم الشرح هون لما بنضغط على الفيديو لحتى نحفظه بنضغط زر المشاركة ومنختار جودة الفيديو فبتمنى يكون اعجبكم الشرح ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد كان معكم اخوكم ناذر الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته